اشتركوا في القناة نص انتع الكتاب الالكتروني الموجود في المقطع الخامس الذي يتكلم على العلم والاكتشافات العلمية اول حاجة نبدأ بها بناتي ولادي نقرأ والنص العنوان الكتاب الالكتروني ان جوهر الكتاب الالكتروني قرص بصري مدمج سي دي وهو عبارة عن استوانة مسطحة مستديرة مصنوعة من البلاستيك المقوى ومغطات بتبقة رقيقة معدنية عاكسة للذوء ويمكن لهذا القرص تخزين نصوص الكتب كما يفعل قرص تسجيل الموسيقى والاغاني والافلام ويتم التسجيل عليه بواسطة شفرة رقمية ومن ثم يطلق عليه احيانا القرص الرقمي التي تمثل على القرص على شكل ملايين الحفري بالغة الضالة وعندما يدور القرص البصري المدمج تصلت عليه الشعة الليزر التي تتبع مصار الحفري وينعكس ضوء الشعة الليزر من الحفري فتلتقطها وحدة تقوم بتحويل الضوء المنعكس إلى نبضات كهربائية تتطابق تماما مع الشفرة الرقمية التي سبقت تسجيلها على القرص ثم يتم تحويل النبضات الكهربائية إلى معلومات أي نصوص الكتب ويتكون الكتاب الإلكتروني الذي يمكنك أن تمسك به في راحة يدك من شاشة مساحتها 6 سنتمترات مربعة ولوحة مفاتيح صغيرة وفتحة ضيقة لوضع الأقراص البصرية المدمجة المسجل عليها نصوص الكتب ويتفوق الكتاب الإلكتروني على الكتاب العادي في إمكان البحث السريع عن فقرة أو حتى كلمة أو صورة في نص معين وبالطبع هذا لا يتوافر في الكتاب العادي إذ يجب أن تقلب صفحاته بنفسك حتى تجد ما تبحث عنه مما يستغرق وقتا وجهدا ذرك حنا قرينا النص كملناه ذرك نبدأ نشرح الكلمات وبعدها نجيب على أسئلة الفهم بعد ما تشوفوا شرح المفرادات لهو قدامكم نروح مباشرة لأجوبة أسئلة الفهم السؤال اللول قال لك ماذا تعرف من قبل عن الكتاب الإلكتروني؟ الجواب هو كتاب منشور على شبكة الأنترنت يمكن مطالعته والاستفادة منه السؤال الثاني كيف عرف الكاتب الكتاب الإلكتروني؟ عرف الكاتب الكتاب الإلكتروني على أنه قرص بصري في شكل أسطوانة مستديرة مسطحة مصنوعة من البلاستيك المقوى مغطاة بتبقة معدنية رقيقة عاكسة للضوء السؤال الثالث إلى ما ترجع تسمية القرص الرقمي؟ وهل لها علاقة بالشفرة الرقمية؟ الجواب ترجع تسمية القرص الرقمي إلى أن التسجيل عليه يتم بواسطة شفرة رقمية ولذلك كانت لهذه التسمية علاقة وطيدة بالشفرة الرقمية السؤال الرابع مما يتكون الكتاب الإلكتروني؟ كل شي كان في الكتاب الأولاد الأجوبة يتكون من شاشة ولوحة مفاتيح صغيرة وفتحة ذيقة لوضع الأقراص البصرية المدمجة المسجل عليها نصوص الكتب السؤال الخامس فيما يتفوق الكتاب الإلكتروني على الكتاب الورقي؟ الجواب يتفوق الكتاب الإلكتروني على الورقي في سرعة البحث ويستعمل في ذلك ميزة البحث السريع بحيث نجد أي كلمة أو فقرة نحتاجها في لمح البصر يعني معا نكتب أي حاجة نرشارشي وعليها نلقوها ثمثم بالنسبة للسؤال السادس أيهما تفضل ولماذا؟ الجواب السادس وفضلوا الكتاب الورقي لأنني لا أحتاج فيه إلى الأنترنت ولا إلى اشتراكي بدفع مبالغ مالية ولا إلى كهرباء ولا يؤثر ذلك على العينين يعني حتى الكتاب سوف نشريوه يعني نشريوه بالدرهم بس ما هوش مكلف يعني مبالغ طائلة كما هذا الكتاب الإلكتروني هذه هي ذركوا روحوا للفكرة العامة والأفكار الجزئية عندي الفكرة العامة الكتاب الإلكتروني هو ثمرة التقدم العلمي عندي الأفكار الجزئية الأولى لازم نقسمه النص عندي الفكرة الجزئية الأولى تبدأ من إنه جوهر الكتاب إلى غاية نصوص الكتب هذه هي الفكرة الأولى يعني جزئية الأولى نمد لها هذه الفكرة التعريف بالكتاب الإلكتروني وطريقة استخدامه الجزئية الثانية يعني الفكرة الثانية تبدأ من يتكون الكتاب إلى غاية نصوصي الكوتوبي الجزئية الثالثة تبدأ من يتفوق إلى غاية نهاية النص يعني وقتا وجهدا نمد لها الفكرة هذه تفوق الكتاب الإلكتروني مقارنة مع الكتاب الوراقي دركن مدوا القيمة التربوية رغم تطور التقدم العلمي إلى أننا لا يجب علينا أن نفرط في الكتاب الوراقي لأنه خير جاليس وعندي ثاني قيمة تربوية وحدة أخرى الكتاب خير جاليس شوفوا الأولاد الفيديو سيكمل أولادي أبناتي نتمنى ينال إعجابكم هذا الفيديو وإذا أعجبكم طارتاجيوها مع أحبابكم وأصدقائكم وادعموني وشجعوني إذا نستاهل ومتأكدة باللي راني نستاهل قاطراني شرحت لكم من قلبي ومدوا لي آراءكم وإذا أعجبتكم طريقتي وشرحي اكتبوا لي في التعليقات باش نتحفز ونزيد لكم المزيد وربي ينجحنا كامل وكما يقولوا نجح جامعين تلاقوا به ولا معاه لازم نروحوله وكما يقولوا ثاني عندما نريد شيء نسعى إليه باللغة الفرنسية Si on veut on peut بالنسبة لكم تلاميذ السنة الأولى متوسطة نبت منكم الأستاذة إنجاز مجسم خاص بي نبتة ها هو كي درتوا أنا ووليدي وحبيت نشاركو معاكم شوفوا جيبوا قطعة كارتون كارتون برك وغلفوه بقطعة قومش واستعينيوا بذلك بالبيستولي هذك هو بعدها جيبوا قطعة قومش شريوها من مواد لوازم الخياطة ها هو كي شكلوا بها الساق شوفوا الساق الأوراق الزهور عند كله هنا الثمار كفا هدرتهم حكمت قطعة قومش ولفيت داخلها قطن ولا صوف كيف كيف هنا البرعم هذي حويجو كل اللي موجودين في الجهة العلوية يسميها المجموعة الخضار ذلك نروحوا عند المجموعة السوفلية اللي هي المجموعة الجذري مما تتكون جذر رئيسي ها هو كي جذور ثانوية منطقة فلينية ومبعد جيل منطقة الوبارية المسؤولة على الامتصاص اللي تحتوي على الأوبار المصة ها هيكي ومنطقة النمو هذي والقولون سوى هذي هي هذو كل يقولوا لهم المجموعة الجذري ها كذا باش درت هذو الخيوط بخط الصوف هذا ما كان الولاد نتمنى هنا لإعجابكم